وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أبرز خلال افتتاحه أشغال الأيام الأولى للمناولة الخاصة بتصنيع السيارات أن الحكومة تسعى إلى صناعة سيارات قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق الوطنية والدولية مؤكداً أن مصالحه طالبت منتجي السيارات بإفادتها بأسعار السيارات المركبة لضمان أسعار مماثلة للسيارات المستوردة الهدف هو موش نغطي الاحتياجات نتاع السوق الوطنية ولكن كذلك للتصدير في دفتر شروط كان بالأسعار اللي كان في الجزائر ما تكونش أغلى من السعر نتاع السيارات اللي كانت مستوردة ولكن نراقب في ما يخص الأسعار من جانبه أكد الرئيس المدير العام لمجمع تحكوت محيد دين تحكوت أن المجمع يشهد تطوراً كبيراً في تركيب السيارات وقطع الغيار مشيراً إلى أن مجمعه يشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسط الناشطة في المجال في الوقت الحالي رأي تطور تدريجياً في تركيب السيارات والسيارات على تقاطع الغيار مجمعه يشجع المجمعه يشجع المؤسسات الصغيرة والمتعي على المجال يجب أن يخدم على ستريطان ويجب أن يشجعهم هذا هو الهدف الذي قادمه هذا اليوم ويجب أن يتعرفون ستريطان بينهم ويتعرفون على المجال كل ما عنده واحد يصنع قطع يصنعين بيس ولا يكسبوزيها لكل سلكتور احنا ثانيك باش ندكرنا ندير المونتاج تعليفي كل هذو ثانيك باش نعاونوا هاد الجماعة لانم يخدموا قطع الغيار باش نعاونهم خاصة تعالوا لامب الواججان هذو همرا احنا نتعلم دي ماشين يتعلم دي ميكروزون هذو باش يخدموا قطع الغيار فلازم ندعمهم ونعاونهم ثانيك رئيس مجمع تحكوت اوضح في شق اخر ان المجمع بانتاجه للسيارات يساهم في تخفيض اسعارها بنسبة تصل الى 40% ما يشغالي بالعكس احنا نقص 30% السعر اللي كانوا يجيبوا في الولا نقصين 30% حتى 40% ونقص السعر انا بلك تكون دي موديل جديد سينار ما توجر غالي شوية ما شغالي باراب ولا السوق ما شغالين خطوة الحكومة الجديدة الرامية الى تصنيع سيارات محلية تغطى احتياجات السوق الوطنية والدولية سيساهم بشكل او باخر في بلوغ هدف اقتصاد وطني خارج المحروقات